بسم الله و السلام على رسول الله أحد الأخوة المتابعين اسمه علي السلام عليكم. كنت رسلتك بخصوص ديكالاج ديشان ديستيربيسيون كفتحت لقيت السباب تكسرت وتقبط كلاس وحتى البصان خلاء ضربة كما في الصورة. أحبت أن نعرف البصان لازم نبدل ولا نقدر نخليه وإذا نبدل غير البصان المهلوك ولا نبدل كامل سوف نرى الصور اللي بعثهم لنا ولو أنا حتى الشرح جاء متأخر شوية لاني عندي عملية على عيني والحمد لله تولى بس يعني هكذا ما تأخرت عليه أخونا عليا على الأقل حتى ما هو ممكن نروا صلح سيارته ولا حاجة على الأقل خليت الناس تستفيد فعندنا هدايا الكلاس هو اللي يفكه هدايا الكلاس يفكه هو يقول تعوجت الكلاس من هنا تحفر تعوجت الواحدة نتاعه هدايا مكان البصان هدايا نشوفه هنا مكان هذا تضرب تحفر وعوجت الاستياج من هنا وخله يعني وخله يعني 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 كيل قولب هكا وحتى مكان اللينجيكتر هدون يتمس وهنا زاد كيف كيف السيارة تمست يعني المكان هذا كله المس تحفر همان هدايا الكلاس هدايا يعني من أحسن يبدلوا ما عايش فيه ما يتصلحتك يمكن أن تقول الخراط ونعملك سياجاته ونعملك كذا لكن لا ننصح هذا الكلاس يبدل بالنسبه للبصان لا يوجد شيء كبير متأثرة لنسبة للبصان لا يوجد شيء كبير يعني ظهر ان هي من هكا حالة كبيرة يعني شوية شوية البصان اذا كان صورة ليس واضحة يعني برشا برشا يعني برشا لكن ما تأثرت و لم يوجد شيء مشكلة انها بعوزة او حاجة ليس مشكلة يأخذ كلاس كامل ومسكر ويرجع لا يريد كلاس جديدة لأنه لا يريد على الموتور لأنه لا يريد السيارة ولا يريد الموتور ولا يريد الكلماتراج هنا بيستوم مضروبة قليلا ليس برشا ولكن ليس خضية ليس حالة كبيرة يقدر يدبر كلاس كامل ويركب ويحاول أن تذهب معه يعني ليس عملية سيئة إن شاء الله تنفعكم حركة ومعلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته